قريبا جدا ستشن إسرائيل هجوما على إيران هجوم يحمل طبيعة قاسية وقوية على لسان مصادر أمنية في إسرائيل كشفتها وكالات جاءت تلك المعلومات حول أخروج نتنياه والمجلس الأمني المصغر بنتائج اجتماع تحديد الضربة على إيران في وقت قريب ذلك الارتطام الذي تريده تل أبيب يبث مخاوف زج أمريكا وإيران في مواجهة صفرية في المنطقة تبدد جهود واشنطن في درء أي اندلاع ضخم للأحداث في الشرق الأوسط والتي يحملها وزير الخارجية ضمن ورقاته النقاشية على طاولة تل أبيب لوقف دوامة الحربين غزة ولبنان ومنع حرب محتملة في القليم نتنياه بدوره يسعى حثيثا بحسب تقارير إلى إقناع الغرب وأمريكا خصوصا بضرورة ضرب رأس الأخطابوت الذي يهدد الغرب لكن التقارير الخطيرة فعلا بدأت تتكشف مع حديث معلن يجدد به نتنياهو خلال خطاباته الأخيرة إلى إشعال فتير دوامة فوضى في الداخل الإيراني وضرورة الانتقام من النظام في طهران وحرصه الثوري تلك التحولات الخطيرة تترافق مع ما كشفته صحف عبرية حول تمكن إيران من تسريب معلومات حساسة عن مسؤولين إسرائيليين كبار من طراز هجوم سيبراني شنته إيران على مراكز مهمة في إسرائيل والتي كشفت بدورها امتلاكها لأسلحة نووية وكشفت تفاصيل مناصب إسرائيلية حساسة لمسؤولين على أقل تقديرها وعلى ما يبدو أن تمسك الدل أبيب بالمواجهة العسكرية مع إيران بالرد على هجومها الباليستي وكذلك التهديد الإيراني بتحديد أهداف حيوية في إسرائيل في حال الهجوم لغة مرفوضة حاليا أكثر من أي وقت مضى في غرف القرار الأمريكي والمنطقة كذلك لإطالة ذلك الصراع الذي بدأ يلقي بثقله عن استقرارها الحقيقي